السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعد توزيع كتاب المفاهيم على طلاب السنوية العامة امتى يا دكتور طارق حيرتونا الدكتور طارق الشوق وزير التربية والتعليم قال لك الوزراء بتستعد اللي هي بتعمل قلص المفاهيم لكل مادة من المواد الأساسية لطلاب أولا والتقنية سنوي يعشان شوف اللي الطلب يحتاجه ايه كل سؤال من القوانين والمعلومات والقواعد وقال لك هيتم توزيع كتاب للمفاهيم على الطلاب مع بدء كل امتحان للمواد الأساسية وانه لن يتمح باستخدام الكتب الرقمية او تقسيم الشاشة في التابلت لان ده هيخرج هيخرج الطالب للمنصة الامتحان والامتحانات خلاص بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق اللجان واللي احنا اعلنها بكده والطالب هيؤدي الامتحان على فترتين فترة مسائية وفترة صباحية فيها ورقي اسئلة مقالية 30% والفترة الثانية هيكون الامتحان فئة الالكتروني من خلال مصة الالكترونية تمثل نسبة اسئلة فئة 70% والمدارس بتشكل لجان هم بالكلام دي يبقى قراصة المفاهيم يا جماعة هتاخدوها مع كل امتحان مش قابله فوانت قاعد في اللجنة هيتم توزيعها عليك ده اخر خبر وصلنا من وزارة التربية والتعليم موعد توزيع كتاب المفاهيم ومن خلال ما هنعرف ثالثة سنوها هيبقى عامل ازاي وهنشوف هنطالب برجوع كتاب تاني ولا كتاب المفاهيم هيغنينا عن الكتاب تبقى في التعليقات ايه رأيك في قراصة المفاهيم ولا الكتاب المدرسي اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك